السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ايله وصحبه وسلم ان شاء الله في الحلقة دي نتكلم عن مرمات دهان السيارات المرمات السريعة سواء سبوت ريبير اللي هو مرمع زن الرش جزء صغير في الباب او في الرفرف او في الكبوت او فيش اي جزء يعني او نقفل القطعة كلها بالورنيش اللي هو البانر ريبير سبوت ريبير بانر ريبير سبوت ريبير اللي هو مرمع صغيرة بنخوضها على قدها لون وورنيش وهي كلها بتكون 20 أو 30 سنتي هو ده اللي بيترشه بقية القطعة بتفضل بالدهان الأصلي بتاعها البانر ريبير اللي هو ممكن نرش القطعة كلها لون وورنيش أو نرشها على قدها لون ونخوضها كلها وورنيش السؤال اللي هنا بقى جاي بيقول إيه إيه هي المرمات السريعة اللي هو الشغل السريع اللي بيخلص في ساعاتها في نفس اليوم أو في نفس الساعة والكلام ده هو بالفعل أنظمة دهانات السيارات اتكلمت في الموضوع ده وعملين ليه سيستم خاص به اللي هو الاسمارت ريبير أو الإصلاح السريع أو الإصلاح الزاكي وده معمولة علشان خاطر يعني تكسب رضا الزمون بتاعك أو تكسب العميل بتاعك إنك ليه بييجي بالعربية بيمشي بيها في نفس اليوم أو ممكن يجيبها لك بالنهار مثلا يروح حوى شغلي وروح مصلحت ويجي ياخدها منك في آخر اليوم أو شغلت ساعتين وتخلص على حسب الشغلانة يعني بالفعل أنظمة دهانات السيارات اتكلمت في الموضوع ده وعملين سيستم دهان للكلام ده أو مش سيستم دهان كامل يعني هو هو نفس سيستم الدهان بتاع العربيات اللي بتترش بتقرب اليومين والثلاثة والأسبوع هو هو الدهان وهو هو الفيلر وكل حاجة ولكن الاختلاف بيكون في المعجلات أو المصلبات أو التنارات اللي بتتحط على الدهان احنا عارفين الأساس مثلا اللي هو الفيلر بيتحط له المصلب بتاعه وبينشف بعد 12 ساعة تبدأ انك تصنفره عاملين نفس الكلام ده مصلب بقى سريع ينشف بعد ساعة تبدأ انك تصنفره تمام كده وفيه أنظمة عاملة فيلر ويت ان ويت يقولك لو فيه خربيش صغيرة أو حاجة يعني العميل جاي أو الزبون جاي معه خربيش مش حتت معجون كبيرة ممكن ترشاه فيلر اللي هو الويت ان ويت الطري على طري وتبدأ ترشه فوق منه طبقة اللون وطبقة الورنيش مفيش اي مشاكل فيه انظمة بالفعل عاملة كده فالمجمل هو انظام متعارف عليه ومشهور ومعروف وأماكن كتيرة شغلة بيه سواء انهم يرشوا قطعة كاملة بيشتغلوا بالمصلبات أو التنارات السريعة المرمى تجيله مثلا ينزل مكسورها يمعجنها المعجون طبيعي بينشف بعد 5 زي 10 ده بينشف تصنفره وتبدأ اللي انت تطبق الفيلر بس مش الفيلر البطيء لا الفيلر السريع واللي مقصود بالفيلر السريع هنا اللي هو 2K الفيلر اللي بياخد المصلب لان فيه ناس بيختلف على الامر بتفهم الفيلر السريع اللي هو الفيلر الدوكو الفيلر السريع الدوكو ده ده ممنوع في شغلة ده حن السيارات اصلا لانه فيلر ضعيف وبيسبب مشاكل في الديهن بعد كده مع الوقت بتبدأ ان هي تظهر ده لو نفع ان هو انك ترش عليه بيسكوت اللي هو البقى الفرن بدون ما يفوش او يفتح يعني السريع اللي هو الفيلر علبة الفيلر اهي بيكون لها مصلب بطيء ولها مصلب سريع السيستم المرمات السريع يقول لك اشتغل بالمصلب السريع وتبدأ اللي انت تخلط المصلب السريع حسب النشرة الفنية بالمصطرة افضل حاجة طبعا الفيلر ده بالاخص اسكان هو او البيض وده عشر مشروع لواحده فيديو تاني تبدأ اللي انت تخفه وتطبق الفيلر عشر دقايق ربع ساعة نص ساعة حسب النشرة الفنية بتاعت نوع المصلب يقولك بنشف بعد قده وتبدأ ان تصنفر ولكن هو بيكون في نص ساعة بالكتير جدا ساعة اللي ربع او ساعة بتبدأ اللي انت تصنفر الفيلر مش لازم تستنى اللي اتناشر ساعة او تبيتو لتاني يوم علشان خاطر انك تصنفر بتصنفر الفيلر بتاعك بترش الدهان بتاعك اللي هو البيس كوت او سولد كالر بويا سادة تبدأ اللي انت ترشها بعد ما ترش اللي اللون والورنيش ساعة ساعتين زمن بتكنش فيه تبدأ اللي انت لو العربية حاول بقى انت هنا ايه ترش طبعا في كابينة علشان خاطر المرمى تطلع نظيفة ما يكونش فيها رزاز او حاجة تبدأ اللي انت تسحق وتلمع ولكن فيه انظم الدهانات السيارات عاملالك ورنيش لو هتصنفر وتلمع بينشف بعد ساعتين زمن تبدأ اللي انت تسحق وتلمع عليه يعني سيستم مرموات السريع عامل ورنيشات بمصلبات سريعة بتبدأ ان بعد ساعتين انك تصنفر وتلمع وده ممكن بدون سخنة على حسب النشر الفنية المنتج لانه بيكون مصلبات سريعة جدا يعني دايما ترجع للدعم الفني والنشر الفني المنتج هتلاقي مكتوب عليه اقولك ده لو هتشتغل به بمصلب رقم كذا السريع هينشف بعد ساعتين مثلا او ثلاث ساعات او ساعة حسب وتبدأ اللي انت تسحق ويفضل زي ما بنقول دايما تهتم بالشغلانة في الرش علشان خاطر ما تسحقش وتلمع لان السحق والتلميع اصلا مش صح ومش مفروض ان يكون فيه صنفرة وتلميع في الورنيش لان زي احنا عارفين الصنفرة والتلميع بياكل من الفيلم او الطبقة بتاعة الورنيش فانت هتهتم مهم جدا طبعا هبنتكلم دلوقتي جواك كابينة بنتكلم جواك كابينة الشغل جواك كابينة بيفرق تماما عن براك كابينة وبراك كابينة بردك يفضل اللي انت يكون معاك الجهاز اللي هو الاي ار اللي هو الانفراريد اللي هو جهاز اشعة بتطلع كده رمبات بس الجهاز ده ممكن يكون مكلف شوية عند بعض الناس ممكن تجيب بقى البلاور او الهيتر اللي هو العمزة الاستشوار ده تسخن به لو انت مبطن جزء صغير تسخن به ولكن تخلي ايدك طبعا بايد عشان خطر ما يسبب لكش مشكلة وتبدأ اللي انت بقى ترش القطعة بتاعتك ده لو بين الربير هترش مع المصلبات السريعة تماما انت كارزة الفل مية مية وكل حاجة وبالنسبة للسبوت الربير نفس الخطوات ونفس المصلبات ونفس الحاجات السريعة هي هي وكل حاجة السبوت الربير بس اللي هو ايه بقى بتعمل مرامة بقعة صغيرة في حرف الرفرف وحرف الباب وهكذا والسبوت الربير ده بالاخص محتاج الحرف بتاعه يتسخن عليك ويس قوي لان كتير الحرف بتاعه ورنش بيجري من الناس وبيفكروا ان الحرف ده محتاج يتسحق او يتلمع تاني هو بيكون محتاج ان هو يتسخن عليه باللهي طريعا الحمد لله الموضوع سهل رجالة احنا مش جايبين حاجة من جبنا الكلام ده كله معروف في انظمة دهانات السيارات يعني ممكن يكون حد ربنا كرموا جات له فرصة او حاجة ان هو اخذ الكلام ده في دور او فبين انهولنا بنتلع لكم الكلام دهون يعني بس هو اخونا اللي سأل يعني الموضوع ده اه في ده انظمة مشهورة معروفة زي ما قلنا بتعتمد على المرامات السريعة وهدفها ان هما يكسبوا الزبون او يكسبوا العميل بتاعهم عشان خاطر يخلصوا للشغلانة في في ساعتها يعني تمام كده ان الحمد لله اللي عنده اي اضافة يسيبها في في التعليقات واللي حابب بقى يشوف الكلام ده عملي ان شاء الله هنسيبه لكم في التعليق المثبر بتاع الفير ده اللي بيحب يشوف فيديوهات عاملة سواء بين الربير او سبوت الربير او تنزيل مكسور او معجون او صنفرة والكلام ده رجالة تنسوا نشفى الدعاء تدعو لكل الناس اللي شغالة على القناة كان معاكم اخوكم احمد جمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته